اكليل الجبل او حصلبان او الروزميري هون موجود هو ضمن زيت من الزيوت الناقلة هو ممكن يكون زيت عباد الشمس او زيت ممكن يكون زيت الزيتون ولكن اول شي حاولوا شوفوا زيت ناقل حطوا كمية بعدين خلطوا بزيت الزيتون طبعاً له استخدامات كثير الروزميري حصلبان له استخدامات كثير من نسبة لا بيعالج التشنجات بالعضلات بيعالج عصر الهضم له تأثير نفسي بيعطي راحة نفسية بيقوي الزاكرة وبينشطها ومضاد الزهايمر هادي كثير من الاشياء اللي شافوها عند الطليان انه بياكلوا صحيح بيتزا كثير ولكن احد الاضافات اللي بده تكون لازم تكون الروزميري وهي رح تساعد كثير بالنسبة للجسم هاد بالنسبة للروزميري عم نحكي عن الروزميري وعم نحكي عن زيت الروزميري زيت الروزميري هو الزيت الوحيد على الاطلاق اللي شافت الدراسات انه بيعود شوي عن تساقط الشعر الوراسي الاندروجيني اللي عندهم صلع لازم تنتبهوا لهذا الموضوع انا عادة بالمجمل حطيت هون كمان هون موجود الروزميري ورح نرجع نضيف عليه كمية تاني من حصل بان او الروزميري طبعا بالنسبة لاستخداماته وبالنسبة للناس اللي بيقولوا انه عم يجفف الشعر اعطيكم ملاحظتين بهذا الموضوع اما انك انت او انت وخصوصا الرجال اللي بيفيد بالصلاع الوراسي وحتى من الاناس اللي عندهم مشكلة تساقط شعر بسبب هرموني تمام اندروجيني فبالمجمل مثل ما قلنا ممكن تحطوا كمية شفاية من الزيوت الناقلة مثل زيت عباد الشمس زيت الزرة بعدين يفضل هو اكتر انواع الزيوت المفيدة للشعر هي زيت الزيتون اذا عم تحس بجفاف بعد ما تطبقوا يفضل طبعا نعمل مرتين بالاسبوع حمام مرتين بالاسبوع يدلك في الفروة ينترك 8 ساعات بعدين تتحمام اذا عم تحس بجفاف بعد هذا التطبيق ممكن انك تبدل الزيت او تخلطه مع زيت جوز الهند هاي احد الاشياء الطرق الثاني كمان الموجودة ممكن تعمل منه لوسيون يطبق على الفروة مع تدليك صباحا مساء نرى النتيجة بعد ثلاثة اشهر هذه احد افضل الطرق اللي لنستخدم فيه زيت الروز مالي اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة